أيها المتتبعات أيها المتتبعون السلام عليكم مرحبا بكم في القناة كنشكر جميع المشاركين والمشاركات على التعليقات الجميلة على التعليقات المشجعة وحتى على الانتقادات حتى العياشة تبقى في يمسك لأن العياشة في غالب الأحيان تبقى فقدوا الأمال فقدوا الأمال في الدفاع والتشبت بالملكية والماليك والنظام ملاكي والمخزن فقدوا الأمال في هذه القضية لأن الجيوش المغربية من الشعب المغربي اللي بدأت تعبر للرأي ديالها بصراحة والشكر يعني يرجع إلى وسائل التواصل الاجتماعي هذه الشبكة دير وسائل التواصل الاجتماعي اللي اعطيت للمغاربة واحد يعني واحد الفضاء باش يعبر للرأي دياله بصراحة وهذا شيء جميل جدا لأن كيف ما كان نشوفه رغم أن مثلا الجيوش الإلكترونية يعني اللي طالقها النظام المغربي على جميع الأسعيدة ولكن رغم ذلك قلقوا أن الشعب المغربي أكثر من الجيوش الإلكترونية ولا من الدباب الإلكتروني ولا من العياشة يعني الشعب المغربي أكبر منهم بكثير وأقوى منهم بكثير وكلمته يعني تعلى على كلمة العياشة وعلى الدباب الإلكتروني وفي هذا الفيديو هدا قلقوا مراجعة الفيديو اللي كنت درتهم أخرا اللي كنت درت فيه على استطلاع الرأي حول شعبية محمد السادس والنظام الحاكم اللي كنت درت فيه طلبت من المغاربة من المشاركين من المشاركات أنهم يعطوني الرأي ديالهم يعني في واش بغي الملكية واش بغي النظام الحاكم واش بغي محمد السادس هذا هو الفيديو اللي كنت درت منذ شهرين تقريبا لمشاهدة ديالو وصلات 183 736 مشاهدة هنا في الغادة يرجعون للقادية أن الناس قولوا أن في آخر الفيديو سألت سؤال صريح قلت يعني شكونا هم أنه يعني إذا كنت يبغي النظام سألت 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 سأل تقريبا ان الملاحظات الاولية تقول ان الناس الذين يرفضوا رافضون الملاكية ورافضون المخزن في المغرب يعني العدد ديالهم هو الفين وتمانمائة الف الفين وتمانمائة الفين وتمانمائة والناس اللي يبغي الملاكية ويبغي المخزن يعني حتى النصف ما واصل يعني اللي بغيت نقول هنا انه 80 في المغاربة يعني هذا هذا اللي يدينه مثلا في جميع الحق العالم يعني ما كيمشيوش مثلا كي يخذوا الرأي ديالجامع سكان الدولة ولا سكان مثلا ديالك الدولة بكاملة يسوكلوا الناس واحد بواحد ولكن كي يخذوا واحد شريحة صغيرة وتشوفوا الأراء ديالها يعني في جميع يعني في المكهة تكون مثلا شيء يستطلع للرأي ما كيمشيوش مثلا كي يسوكلوا جميعا يعني جميع سكان ديالدولة وكن كي يديروا واحد كي ياخذوا واحد فئة من المجتمع يعني وكي يسولوها واش يعني بشتعطي الرأي ديالها في شيء موضوع في شيء شخص في عزيزة وهذا شيء اللي قبنا بيحنا يعني شيء بسيط جدا هو استطلاع الرأي حول شعبية محمد السريس والنظام الحاكم وفي الآخر كيتبين أن الأغلبية ديال المغاربة الأغلبية ديال المشاركين الأغلبية ديال الناس اللي كي عمروا وسائل التوصول اجتماعي أنهم رافضين الملكية وأرنهم رافضين المحمد السريس وأنهم رافضين نظام الحاكم يعني أنه واحد الأقلية قليلة جدا هي اللي كتشبت بالملكية وكتشبت بالنظام الحاكم وكيفما كتعرفون لأن الأغلبية ديال هدي الناس مثلا هما مخازنية يعني كي يخدموا للنظام يعني مخابرات دباب إلكتروني عياشة يعني الناس ما فاهمينش لأن بزاف ديال العياشة ما فاهمينش علش هما عياشة هذا هو المشكل كتسولو كتقولو كي يقول أنا وحبه محمد الخامس لماذا كتحب محمد الخامس؟ أنا أحب محمد الخامس لأنه إنسان لاطيف وجميل وضريف وكدو كدو يعني ملكتشي كتسولو أشنودر محمد السريس لبلاد يعني المشاكل الاقتصادية اللي غارق في هالمغرب المشاكل الاجتماعية اللي غارق في هالمغرب يعني المشاكل على سعيد في جميع الأصعيدة يعني كنشوفو التعليم وايما ما هو واقع فيه منريكتشي كتقول لعياشة مثلا التعليم واشنوا واقع فيه تurally until sheatiketicити تعليم Sometimes one which to back self? المدارس. يعني العياشة يعني بحيلا خدامين يعني كيف ما كنعرفوا أنا العياشة المغاربة كتعرفوا كيف كنهما العياشة يعني هي واحد طبقة اللي كتستافد من وجود النظام يعني العياشة هي واحد طبقة يعني يدافع على النظام ماشي حبا في النظام. أرى في المغرب لا يوجد شيء واحد يريد محمد الثالث ولا شيء واحد يريد النظام ملكي أرى كل شيء يريد المصلحة الخاصة لله يعني هذه العياشة ليس كيف يدافع على الملكية ولا يدافع على النظام لأنهم يحبونه فعلا أرى مغير كذاباء ومنافقين. يعني اللي يدافع على الملكية واللي يدافع على المصالحهم الخاصة لأنهم يستفيدون من وجود هذا النظام. يعني راه هذو كل ناس حيث لهم بزولة ديال النظام و البزولة الملكية غدا يخرجوا حتى هم يبقى وينضمعك ويبقوا حتى حنايا ضد النظام. ولكن مادم انهم يستفدوا يعني البزولة ديال النظام و ديال المخزن. شوفوا ما عنده ما عنده قريمة ولا ببه عنده قريمة ولا مخدمينه بباك صاحبي ولا ما تريد. إذا تبدل النظام ما غير مقاش مثلا الخدام ولا مثلا غد تحيدي ديالك الامتيازات. هذو شو ما تخرجوك يدافعو على النظام لأنه يضمن لهم يعني لقمة العيش ويضمن لهم يعني ذيك الحياة ديال الرفاهية. هذو شو ما لش كي يخرجوك يدافعو على النظام يعني لأن العياش راه عارف شنو وقع في المغرب. عارف شنو وقع في ميدان الصحة كيشوفو الناس كيموتوا بالأمراض لولات في العالم يعني مبقاش كيستقلوا على الخبار. مثلا في المغرب مثلا الناس مثلا كيموتوا بمرض السل اللي في الدول الإفريقية قضوا عليه منذ سنوات. ولكن في المغرب كان كنسموه أن في مدينة مراكش أنهم قاموا بإغلاقي مستشفى. علاش لأنه انتشر فيه مرض السل حتى في الأطباء يعني حتى الأطباء أصيبوا بمرض السل. تصوروا في مدينة في المغرب اللي هي مدينة مراكش اللي هي اللي كيقولوا أحسن مدينة في العالم والسياحة والتوريس وكذا. فيها مستشفى ليسدوه علش سدوه لأنه انتشر فيه مرض السل حتى في وسط الأطباء. وهذه هما العيشة اللي كيقولك يدافع للمغرب. الميدان الصحي ميدان التعليم يعني البطالة الأجور وضعية المرأة وضعية الطفل وضعية الفقراء وضعية المهماشين. المهماشين الناس اللي عندهم احتياجات خاصة يعني المغرب كلهم يعاني وهمات يخرجوا تأتيك يقولك لا عاش الماليك وانت حقود انت قلبك عام بالحق. انا قلبي عامر بالحق على النيضام. انا مستشفى ليسا وحدش يتأتيك يخونوك. يتأتيك يقولك هالخائين انت الخائن. الشراء اي مغريبي اي مغريبي من حقه يقبل النيضام والله يرفضه. لكي تخوني لاني رفضت النظام. هذه ماشي خيانه. هذه ذلك انتدب اللي خائن وانتلي عاميل. يعني انت تحط راسك في ذيك الخانة ديال العملاء ديال النظام. يعني من الخوانة ديال الوطن. لانا الى كنت فعلا وطني وتؤمنه بالوطنية. راي عندك الحق ترفض النظام ولا تقبله. يعني رفض النظام ولا انك تقبله. هذه هي شيء ديمقراطي هذه الديمقراطية. انك تنتقد النظام انك تنتقد رموز النظام عمل انك تنتقد المسؤولين هذا هو هدية الدموقراطية ما انه باش بعد ي particulي ويقولي يا خائن لأنني أنا أريد إسقاط النظام ويقولي أنت خائن إنتم لك تحترسك في خانة الخيانة لأن حب الوطن والوطنية لا تلتصق بالمالك ولا تلتصق بالنظام لأن الوطنية هي حب الوطن حب الوطن إلا كنت أعطيني شيء حاجة أحب الوطني إلا كنت يقدم لي مثلا لأن الوطن عنده واجب على المواطنين والمواطن عنده واجب على الوطن يعني المسؤولية الأولى دي الوطن وهو يقدم للمواطن ما يحتاجه من تعليم من مستشفى من عمل من مسكن يعني إلا كان الوطن ما كيقدمش ليه هاد شيء أنا ره ضد هذا الوطن هذا يعني ماذا أستفيد من حبي لوطنين لا يقدموني أي شيء يعني خصني قد لك اللعبة كي يجو تيخدركم بالدين تيخدركم بالإسلام وحب الأوطان من حب الإيمان وحب الأوطان من سميتو يمكنك دخلوا عليكم بالفقهاء ذوك الفقهاء بلالبالات وكاتتجوا 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 وكتدافعوا النظام بها الطريقة المهم يعني طولت فهذه القادية هذي بعض الناس سيأتجوا لك وهذا الفيديو ماذا قال لنا هذا الفيديو واذا ترى المغاربة؟ سوف نقوم بإمكانكم بإمكانكم هذا الفيديو الذي صوتوا أنهم ضد النظام، أرغم جزائريين البوليزاريو وكذا وكذا. ثم نجيب لكم الدليل عنه أن الفيديو 97% ترى غير المغاربة والأكثر ترى المغاربة. يعني 97% من المغاربة التي في المغرب والنسبة القليلة التي رأيت الفيديو في الخارج وهي فرنسا وإسبانيا مكين لا وجودة للجزائر ولا وجود للبوليزاريو. ونعطيكم الدليل سوف نقوم بإمكانكم الاناليتيكس. الاناليتيكس يتعطيك كل الفيديو في انتشاف. ها هو السيدي سوف نقوم بإمكانكم. الفيديو تلاح نهار 13 سبتمبر وليوم 26 نوفمبر. يعني سبتمبر اكتوبر اوكتوبر يعني شهرين بحلقة كده لكم. سوف نقوم بإمكانكم الدول التي رأيت الفيديو. مراكو 70% فرنسا 8.7% سبين 5.1% بلجيوم 8.8% يعني الفيديو شاهدوه المغاربة والمغرب 70% والمهاجرين في فرنسا والمهاجرين في إسبانيا والمهاجرين في بلجيك والمهاجرين في إيطاليا. سوف نرى الفيديو. النسبة الرجال اللي شاهدوا الفيديو هي 84% والنسبة النساء هي 16% يعني هنا سوف نرى لايك. يعني الناس اللي ضد النظام كانوا صوتوه هي 2964 والناس اللي بغي النظام هما 704 يعني 704 ديو الناس هما اللي بغي النظام ولكن 774 مهاجرين حتى النص يعني هنا تقربا تلتالاف تقريبا تلتالاف واللي بغي النظام هما 700 واللي تطالبوا بتغيير النظام تطالبوا إسقاط الملاكية وتطالبوا بتغيير هاد المنحوس اللي تحكم المريب هما تلتالاف شخص اللي صوتوا عليه وهذا هو الاستطلاع هذا هو يعني هنا غدي نتبال الحقيقة يعني فش تبال لكم ديك التعاليق في الفيديو اللي كدقلكم هو الدرع الماليك والملاكية وكذا رغي الكدوب راشد التعاليق را كي يدخلوا بحسابات كثيرة يعني كالواحد كي يكون عنده حساب واحد وكي يحلطت الحسابات ولكن في الكتبان ديك القادية ديال الحسابات المزورة هي في لايك أو ديس لايك هي ديك القادية ديال جيم إجمبا لأن هنا ما كي قدرش ماتين يغيروه لأن جيم حساب واحد واللي كي يمكن لك تصوت بيه وما يمكنش تصوت بيه مرة أخرى هاد الشي اللي يعطى النتيجة ديال تقريبا تلتالاف ديال الناس اللي صوتوا على الفيديو بأنهم يرفضون النظام الهلاكي ويرفضون الملكية وأن سبعمائة شخص هما اللي صوتوا أنهم يقبلوا النظام وهذا تعبير صريح هذا تعبير على أن المغاربة فعلا غير راضين عن الوضعية في المغرب غير راضين على الوجود ديال الملكية في المغرب إخواني أخواتي بالله عليكم بالله عليكم نسيت واحدة قادية سأقول لكم سأضحكم محكم تلقيت واحدة سيد من فرلندا يعني جاتني الدور فتلقيت واحدة سيد من فرلندا كان اهضر معه في البنت الانغليدياله ومشي انسان زعر كان اهضر معه الانغليدياله مشي امريكانية لقد قلتوا بمحر روسيه سولتوا من النتاقل يأنا من فرلندا سولني التاقل ليأنا من المغرب وكذا تان تان بقين هدروا عليه أنا أراد أن يذهب إلى النظام في المغرب. قلت إذا كنت أرد أنها في فرلندا لمصرحاية' أدارها على ملك المغرب وقال إليه ضغطة . يعني لأداروا واحد المصرحية على العبوده في المغرب يعني لذلك مصرحية على أنواع العبودية ومن أنواع العبودية يأخذوا المغرب كمثال وداروه تشيئ هذا إنسان فنلندي يجب أن يأتي فعلا رجال ونساء يحنيوا المالك و يبوثوا لهذه يعني جاءتوا غريبة و قد أوريتوا الفيديو و أتريدك شيء يعني إنسان في هذا العصر هذا يعني كتوري ذاك الفيديو يعني أشياء نقول لك يعني تصدم إنسان تصدم يعني شيء حاجة غريبة جدا يعني تصوروا أننا كان نعيشه في 2018 يعني تقدم أعرف جميع المجالات عرفنا تقدم في وصيلة التواصل أعرفنا التقدم في وصيلة يعني في تقدم في التكنولوجيا تقدم في صناعة السيارات تقدم في صناعة أي 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 ضمين بغيتي أي ضمين أعرف تقدم أوكي يعني أي ضمين عرف تقدم و المغرب كتعرفوتي يقول لك أنه يريد أن يتقدم و بغير نرجع للمغرب دولة عصرية و بغير نرجع للمغرب دولة متقدمة ولكن واحد الحاجة اللي ما تهدروش عليها ما تيبغيش تقدم دائما خاصة بقاع يعني كتعقل في عام في عام أشغال نقول لكم هو النظام الملكي النظام الملكي هو أقدم الأنظمة اللي كان في العالم يعني واحد النظام اللي يريجعي جداً اللي هو كي يعتمد على 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 السلطة الدينية أكثر ما يعتمد على الديمقراطية لأن النظام المغربي يعيش بالسلطة الدينية يعني يعيش بالفقهاء وبذلك الخطبة في المساجد لأنك نعرف ودبا المغرب النظام المغربي يحكم المغربة بالسلطة الدينية يعني يعني كي يخدم الدين للسيطرة على الشعب يعني يدخل الدين في السياسة يعني كي يستعمل الدين كوسيلة للسيطرة على الشعب ما هي الطريقة اللي كي يخدمها وهو الخطبة في المساجد لأن دائما في المساجد يعني ذلك الخطبة اللي كتكون في المسجد رغم شي خطبة ولكن ميصاج كي يأتي من الأقصر يعني خطبة كتأتي من الداخل يأتي الخطيب كتتعطيها أوامر هاشنو بغينك تقول للناس اللي غي يجيو عندك يعني يعني مدام أنه بغي يجيو المسجد لأنك المسجد هو بيت الله هو اللي كتقول فيه الصراحة وكتقول فيه الحقيقة وذلك شي والنظام كي يصفت ديك الخطبة الخاطئ باش يخدر بها الشعب المغربي ويزيد يخدرهم وهذا القاد يخص المغربة إيفقوا منها لأنها خاطرة جدا لأنه كنستعمل الدين في السيطرة على الشعب وهذا الشيء عليش مثلا كنشوفوه الأصوات التي تنتشر يوم ونبعد يوم تنتشر اللي كتقول لك ودي أنه الدين وأن الإسلام هو سبب المشاكل في المغرب فعلا يعني أنا لست ضد هذه الفكرة هذه يعني يجب فصل الدين عن السياسة في المغرب يعني بطريقة صريحة أنا يعني أنا يعني يجب فصل الدين عن السياسة يعني باش يمكن لأنه أشغل نقول لكم نعطي واحد فترة مثلا للمغرب غير باش نحايلوها التخدير لأن في المغرب الإسلام يستعمل كتخدير يعني كالقادية ديال منع عسين به الشعب يعني ديك اللعبة ديال الماليك أراها أن الله يعطي الملك لمن يشاء وشامتي كي يخضروا بهذا القادية كنشوف مثلا في التعليقات كي يقول لك ودي راح الملك من عندي الله وراها الملك يعطي الله يعطي الملك لمن يشاء والغينة كيعطيها الله لمن يشاء أو اسمية يعني شي حويج الخطيرة جدا يعني كيستعملو وحتى مثلا كي يجو مثلا باسم الدين كي يجيبوا لك آيات في التعليقات كي يبقي يكتب لك آيات وكذا و اتقي الله و اتقي الله و اتقي الله للنظام في ذلك الشعب المغربي يموت بالأمراض و الجهل و الفقر الذي يموتون من يأكلون و يموتون بجميع الطرق يعني إذا نأخذ فيلم على الموت في المغرب سوف يدد القومة للمغرب و أحسن أنك تتلقى فيه واحد الساحة و واحد المساحة لأنواع الموت في المغرب ما يعني أن الشعب المغربي يموتون بجميع الأنواع يعني بالزاكسيدون بالقطل لا يص meus ح小 القاعدة انكتله لكن اب gilt الي هدف على الحسن المحمد السلس لك ان الامر في المغرب ما الذيثل من الامر من الآمن السابق هو تعني شعب المغربي بأي kali انسان المغربي بأيض يخاف جاء الى الشارع خاصة في الاحياء الشعبية ايه في المدن ك Organizo Under Algo لا يشترك من الناس البل كمن cong captain Bakar ولكن في الأحية الشعبية والإنسان يعى الإنسان يعطي كثر من سوريا، يعني الإنسان خارج خارج من دارو وخرف أن تأتي إليه لقرطاسا، وأن تأتي فيه شائق أو شيء جنوي أو شيء شاقور أو شيء شهاء. أمريكيين ما هو الفرق، أمريكيين هو فرق، يعني هناك هو الأمان الذي تبحل هذه الدولة المغربين، فيما هو الأبان أو هذا الراحة، فيما أن تبهوا يعني دولة ما فيهاش مثلا دولة ما فيهاش مثلا التعويضات الاجتماعية بحل الشوماج ارمشي دولة والمغريب ارمشي دولة فاقيرة كده عوالش يقولوه وله رحنا بشوية 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 اي بشوية 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 نمشيو بنائه القطار السري وانش بقرنا اطول عمارة فاقيرة افريقيا عمارة اخر حاجة حتى نقري وليداتنا ونوفر لهم الشغل ونوفر لهم في نسكنوه ونوفر لهم مستشفيات اريد قطار السري أيها الأخوة المغاربة والأخوات المغربيات بماذا سيفيدون القطار السريع في المغرب سوف تشد القطار من طانجل سميته ساعتين أيهم اللي سوف تصل على الكازا سوف تلقى الزحمات والتاكسيات والدابيز والغريساج وكذا ماذا سوف تخربيق هذا يعني ماذا يحويش في المغرب يعني لم أعرفتش أنا المسؤولين هذا ولكن المسؤولين يجب أن تعرفوا المسؤولين المسؤولين يخدموا واحد الأجوندا اللي كتخدم فرنسا لأن فرنسا كتحمل نظام مغربي وكتحمل ملكية وكتحمل زؤولي وكتحمل مكزن هذا الشيء لشما تضربوا عرض الحائط بمطانب الشعر المغربي لا يهمهم الشعر المغربي يعني هما ينفدون الأجوندا الفرنسية لأن فرنسا تستغيطوا يعني تستفيدوا من خيرة المغرب وكتشوفوا أن الفرنسي من اللي خرجوا مثلا المظاهرة أشل هو مثلا اللي يخلى المستوى المعيشي في فرنسا كينزل يجب أن تعرفوا هذا القادية ما هو المستوى الذي يجعله أن الفرنسيين بدل المستوى المعيشي ينزل عندهم وهي هروب الشركة الفرنسية من الفرنسا إلى المغرب لأن هذا المغرب هو المشكل الذي يجعل الفرنسيين المغربة يعاني ويجعل الفرنسيين يكون قوي عاني لماذا؟ لأن مثلا هذه الشركة السيارة التي كانت في فرنسا كانت تخلص الناس ومخدم الناس وحلت الكثير من البيوت ولكن شركة الفرنسيينöffhovenية تصيح تهرب من الفرنسا وت انى مغرب لميفاц لدي آخر ثاني يرضى النمو السيارة والتلويتالبيئة وكل شيء كذلك وكذلك يستفيد من هنا فريد تستعمل شركت المغربية من المغربية لأنه يأخذ عملة و體عت علاجة من هذه الشركة ولكن ما يكون هنا ضيع الشعب المغربي اولا والشعب الفرنسي ثانيا والشعب الفرنسي ثانيا يعني هنا شيء يحويش ايوان مغارب ارى شيء يحويش ليسهل الواحد يفهمهم ويعيق بهم وكذا يعني بلاي مقام مخدروا كذا المهم ما بغيتش نطول بزاف لان بزاف ناس يتشكوتي يقولك انتك تطول الفيديوهاز وكدير 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 لان من اللي تبقى كتهدر ممكن ستكترولي راسك مثلا ليس كنا سأذهبين و يبقى و يعيش وكذا سأذهب ان ننشر واحد و يعيش و كاما هذا الشيء الذي سيقوله و كنقوله يعني لما ساعد لعب instantا سوف يقوله ما سوف نقوم و و شو سيقوم و و احبس و حدد الوقت الذي سوف نغني أمر فيه و الحل الوقت الذي سوف نبدا ليس لذلك احب Vielen fan هل لم يكون على أورا مدينة ؟ حتى تحبس مقت صلاح القمادة هل لم يكون على أورا من غير مدينة سأقول السلام عليكم و تبارك الله عليكم يعني هذا هو الواقع دير المغرب يعني 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 إذا كنت طلب من المغاربة يعني ما هو الحل بزاف نتي يقول لك واحد يقعد يخل الناس كي يقول وانت يا أخي ندخل المغرب وقول هاد الهضراء وهادي أي رام الناس قالوا هاد الهضراء اللي كان قولها قالوا في المغرب رام قلسهم على القراعي أشد رتي لهم نتايل نتدافعت عليهم أنا ندابشتي أنا نطلب مثلا من الشعر المغرب مثلا أنه يضمن لي أنني نبقى نمشي للمغرب ونقال نقول لبعض الحضراء وانتاوحد ما يجي برصني أنا نمشي ندخل أنا أبو عشرين ناد كي يهضر 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 بالقانون وما تيسب موال ويكتب غير صحيفة أراده مسكر رأى ضربه ب 12 عام لا يهضر 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 رأى زفزافي رأى الشمد الحسيمة يعني المغرب سأخرج واحد تقرير ده بديل مساجين سجناء الرأى في المغرب يعني ما سأقول لكم يعني عيب يعني عيب حشو معار واحد الدول اللي كتبنا الديمقراطية وكيخرج المسؤولي الخلفية يقول لهم الديمقراطية والحرية والاخر يقول لهم حقوق الإنسان وكذا وما زال سجناء الرأى في المغرب ودب واحد ما هو المضحك؟ أن المغرب يعني ثاني يعني موقع على اتفاقيات عدم تعذيب اتفاقيات حقوق الإنسان بعض الاتفاقيات والطفل والدفاع ولكن من اللي كتبشي الله وكتشف الواقع يعني ماشي دكشي يعني كدابة يعني نظام كاذب يعني نظام كي يكذب من اللي كيفي اقتكين عسو ما كدابة نسؤولين كدابة الحكومة كدابة الطبقة البرج وزيكة الشعب كي يكذب المغضفين كدابة يعني كل شيء في المغرب كدابة يعني وهذا الشي هذا سيؤدي سيؤدي بنا إلى واحد الكارثة اللي قد يتوقع في المغرب يعني من الأحسن أننا نقضون المغرب ونقضون المغاربة يعني الطريقة سهلة بسيطة جدا هي الخروج إلى الشوارع يعني نريد إسقاط النظام يعني يديروا هكيف ما بغيتوا وديروا متخرجوا من ديوركم ونقضون المغاربة ولكن يجب إسقاط هذا النظام يعني خصد نظام يمشي في حاله يعني النظام مسؤولين للحكومة يعني خصد واحد تكون واحد المحاكمة بعدها خصد توجد واحد المحكمة لأن هذه الناس الذين يستفيدوا بالخيرات المغربية وذين يدافعوا على النظام المغربي يعني يجب محاسمتهم لأنهم يسترقون الخيرات المغربية أي واحد يخرج يدافع على النظام المغربي بأي طريقة يستفيد من هذا النظام إما يسرق الخيرات المغرب إما يستفيد من شيء يعني لا يوجد سبيل الله أنه يدفع على النظام المهم الكلمة الأخيرة وهو أن شكرا على الناس الذين شاركوا في هذا الفيديو وشكرا على الناس الذين شاركوا في جيم جيم باوت سوف نحاول أن نضع شيئا وإلى فيديو آخر والسلام عليكم